هنروح بقى للتفاصيل النهاردة بيختتم الأهلي استعداداته لمواجهة مازينبي الكونغولي في إياب دور نصف النهائي لبطول الدوري أبطال أفريقيا بعد ما انتهت مباراة الزهاب في الكونغو بالتعادل السلبي 0-0 وهي نتيجة بالمناسبة إيجابية بالنسبة للنادي الأهلي ويمكن زي ما قلت الحلقة اللي فاتت إن الشوت الأول كان في الكونغو والشوت الثاني في القاهرة والمهم إننا خرجنا بنتيجة إيجابية طبعا أرض مازينبي كانت أرض صعبة جدا في ظل أجواء مش سهلة حتى كانت على المستوى البس كمان والصور في المباراة حدرككم شفتوا كانت غريبة جدا النهاردة يمكن الظروف أفضل شوية من مباراة الزهاب وفي احتمالية عودة بعض المصابين ولكن زي ما بقول له حدرككم دايماً إن أهلي بمن حضر وكل اللعيب عندنا نجوم وعلى قدر المسئولية المباراة مش هتكون سهلة بالعكس دي مباراة محتاجة أعلى درجات التركيز ومحتاجة بس لمنجهود كبير علشان نقدر نقدم نتيجة كويسة ونتأهل ونفوز إن شاء الله بهدف بهدفين بس نفوز المنافسة طالما وصلت لنصف النهائي يبقى أكيد مش منافسة سهلة منافسة قوي جدا ومحدش يسمع للناس اللي بتقول أصلي مازينبي مش زي زمان الأهلي وصل يعني زي ما حرككم شايفين كده الأهلي بيوصل تدريباته معنا لكن الأهلي طالما وصل للمباراة النهائية أو القابل النهائية فأنت بتلاعب فريق صعب بتلاعب فريق مش سهل الأهلي وصل تدريباته بعد العودة إلى مصر وبمعنوات مرتفعة وكل التصريحات لعيب للأهلي اللي مشارها الموقع الرسمي للنادي الأهلي وشفناها هنا زي مثلا ياسر إبراهيم أو أحمد عبدالقادر أو كريم ندفت بتقول إن اللعيبة مركزين بس في تحقيق الهدف وهو الوصول للمباراة النهائية الأهلي محتاج دعم الجمهور في المباراة وده أهم شيء طبعا مباراة الممازم بكل القوة دي محتاج دعم الجمهور فيها لتخطي نصف النهائية والوصول للمباراة النهائية بإذن الله دور جمهور الأهلي وتشجيعهم للعبيتهم كبير جدا يمكن هو أهم دور دور لا يقل عن أهمية أي حد في الفرقة بقيت عناصر المنظومة كلها دايما الجمهور هو أولها ودايما كلامنا عن جمهور الأهلي ما بيتغيرش جمهور الأهلي هو الدعم الأول للقلعة الحمراء على مر التاريخ من أول التأسيس لحد النهاردة المباراة هتكون الساعة 10 مساء على استاد القاهرة بكرا إن شاء الله وده طبعا هيكون التوقيت الصيفي المباراة خلاص بتتعب التوقيت الصيفي دلوقتي كل التوفيق للنادي الأهلي ولعبتنا وبإذن الله نفرح بخطوة الوصول للمباراة النهائية بعد تحقيق الفوز يعني عايز أقول لحضراتكم حاجة مهمة جدا لمباراة دي إحنا ماشيين البطولة كلها بناخد كل مباراة بمباراتها لعبتنا مركزين بناخد اللي إحنا عايزينه من كل مباراة لعبنا في رمضان ولعبنا في غير رمضان لعبنا في الصيف ولعبنا في الشتاء كل مباراة بتاخدها لوحدها لها ظروفها لها التشكيل المناسب لها لها الوضع اللي يخصها في جدول مباراة النادي الأهلي المزدحم جدا احنا على مشارف الوصول للنهائي ان شاء الله مباراة بحتاجة تكيز ومش سهلة اللي يقول ان المباراة دي سهلة يبقى هو ما يعرفش افريقيا مفيش فريق سهل في افريقيا دلوقتي بالمناسبة مازين بالكونغولي من الفرق القوية جدا وبدليل وصول النصف النهائي على حساب فرق كبيرة بالمناسبة لازم نحط كل مجهودنا في المباراة دي ونحط كل تكيزنا في المباراة دي كل مؤسسة النادي الاهلي تدعم فريق النادي الاهلي للوصول للمباراة النهائية ده دورنا ده دور النادي الاهلي ودور مشجع النادي الاهلي ودور كل المؤسسة بصراحة شديدة جدا انا ضد نجمة ان مازين بي سهل وان مازين بي فريق عادي لا مازين بي مش سهل وفريق مش عادي بالمناسبة الحمد لله ربنا كرمنا اه في الكونغو وعملنا نتيجة كويسة لكن الناس دي بتلعب بره ارضها احسن من على ارضها احنا هنا ظروفنا في القاهرة احسن بكتير جدا من ظروفهم في الكونغو هيلعب على ما لعب احسن هيلعب في جوه احسن هيلعب في منظر بالنسبة له وعايز يزبط فيه نفسه خصوصا ان الفريق ده عامل تشكيل كويس جدا معهم مدرب شوفنا المارش اللي فات فيه تاكتيكس برضو فاتمنى ان الناس تدي المباراة حقها جمهريا انا عارف ان الجهاز الفني مستر مارس الكولر مدي المباراة حقها 100% مجلس الادارة مدي المباراة حقها 100% لكن جمهريا لا احنا رحين هنشجع بكل حماس بكل طاقة لان لا دي مباراة مهمة تؤهلنا لنهائي افريقيا